هحضر معاكم النهاردة مية الرز بطريقة صح طبعا هنستخدمها للبشرة وكمان هنستخدمها للشعر ما شاء الله مية الرز من الحاجات المفيدة جدا سواء للبشرة او للشعر المية بتاعة الرز نفسها فيها فيتامينات ما شاء الله حلوة جدا فيها فيتامين بي وفيها كمان مغنيسيوم وفيها منجنيز وفيها ألياف وكمان فيها فيتامين اي وده من اهم الفيتامينات الحلوة او المسؤولة عن نظرة البشرة وكمان بتحافظ على الشعر في كل حاجة في الشعر هي بتحافظ عمتا على الشعر فمشاء الله مية الرز دي مفيدة جدا هنستخدمها للشعر وهنستخدمها كمان لبشرتنا هقلوكوا تحضروها ازاي وعلشان تحضروها بالطريقة الصح هتعملوا ايه اول حاجة هنجيب معلقتين او تلاتة من الرز وطبعا اي نوع رز موجود عندك يعني سواء انت في مصر او برا مصر الرز اللي موجود عندك هتستخدميه احنا هنا بالنسبة لنا في مصر هناخد منه معلقتين او تلاتة سناخدهم الاول نغسلهم غسلة كده خفيفة وبعد كده نحطهم في برتمان اا او في علبة او في اي حاجة تكون ازاز ولها غاطة هنحط عليها حوالي نص كبية من المية يعني معلقتين الرز دول حتي عليهم نص كبية او تلات تربع كبية من المية وهتغطي عليها بالغطة بتاعها المية تكون عادية مية من الحنفية مش لازم تكون مية سخنة مية من الحنفية عادي وهتغطي عليها وهتحفظيها في التلاج. برطمان بتاعك هتحفظيه في التلاجة. ما تسيبهوش بره التلاجة. علشان لو سبتيه بره التلاجة الرز بتاعك هيتخمر وهيعفن وطبعا آآ هيعمل بكتريا ومش هيبقى نافع خالص بالعكس هيبقى مضر. فاحنا هنحفظه في التلاجة. بنغطيه كده بنحفظه في التلاجة. هنحطه قد ايه بقى في التلاجة? هتحطيه في التلاجة من اتناشر ساعة آآ لاربعة وعشرين ساعة يعني حد اقصى. بس هو الافضل تسيبيه اتناشر ساعة كفاية اوي. انا هنا كنت نقعته وسبته كده تقريبا اتناشر ساعة في التلاجة طبعا وبعد كده طلعته هتلاقوا الرز كده بدأ يبوش معاك خالص. هتشوفيه كده الوقتي هتلاقي الرز بدأ يبوش خالص زي ما انتم شايفين. ببدأ كده اقلبه كده من يعني اقلبه في المية كويس وبعد كده هبدأ اصفي الرز ده. هاخد المية بتاعته وهشيل الرز مش هستخدم طبعا الرز نفسه بس انا هاخد المية بتاعته. ما شاء الله المية بتاعت الرز دي حلوة اول الشعر. وبينفع اه لاي شعر يعني مش مش نوع شعر معين يعني بينفع لكل انوع الشعر. ما شاء الله هو حلو جدا. انا بقلبه كده بعد كده هصفيه عشان استخدم المية بتاعته. تقدر تستخدم المية بتاعته دي لبشرتك. هتخديل البشرة هتحطيه في بخاخة وتبدأ يتبخ كده على بشرتك كل يوم برضو ما شاء الله وحلو جدا للبشرة. لو خدت المية برضو بتاعته كده وما تضيفيش عليها اي حاجة او لو انت بشرتك جفة ممكن تضيفي عليها آآ برضو زيت زتون. هتبقى حلوة اول البشرة. انا هنا كده بصفيه بحاول كده نزل كل المية اللي فيه. طبعا الروز ده خلاص انا مش هستخدمه انا هستخدم المية بتاعته بس. اه كده انا اخدت هوا المية بتاعته. هنا بقى تقدر تستخدميه كده على طول على بشرتك او على شعرك. لو تستخدميه على شعرك بتاخدي كده كمية منه. وبتدليك شعرك آآ كويس بتدليك راسك نفسها. يعني بتدليك كده من الجزور. بتاخدي كده وبتعملي تدليك كده لشعرك. وتحطي كمان على الشعر من برة. من اطراف الشعر كده. الشعر كله كده تغسلي بيه. هنا انا هضيف له كمان معلقة من زيت الزتون. وبرضو زيت الزتون حلو اول الشعر. عشان كمان ما يخليش آآ شعرك يبقى ناشف. يعني في آآ شعر كده انواع شعر بتبقى جفة. فمعلقة زيت الزتون دي هتطر معاك الشعر وتخلي الشعر حلوة قوي. حاولي كده تدمجون في بعض وطبعا الزيت مش هيندمج مع المية قوي. آآ بس حاولي كده بالمعلقة وانت بتاخدي ايه كده خدي برضو الزيت مع المية كده ودلكي فروة راسك كويس جدا. والشعر نفسه خصيلات الشعر نفسها آآ من برة كده حطي عليها من المية دي. طبعا بعد ما بتستخدميه يعني كل مرة بتستخدميه بتغطيه يعني بتحطيه تاني في في العلبة او في البرطمان اللي انت يتحفظيه وبتعنيه تاني في التلاجة ما تسيبهوش برة التلاجة خالص لان لو سبتيه برة التلاجة مش هيبقى كويس معاك وهيفسد منك. فانت بتاخدي منه بترجع تحفظي تاني. كمية اللي انا عملتها دي ممكن تكفي مرة او مرتيا. فبلاش تعملي كميات كبيرة خليك يعملي كمية صغيرة بكمية صغيرة عشان يبقى معاك كده والنتيجة بتاعته تكون كويسة. بتحطيه على شعرك وبتسيبه كده لمدة ساعة تقريبا وبعد كده بتشطفي شعرك بمية عادي خالص. بتعمليه كم مرة في الاسبوع تقدر تعمليه مسلا تلات مرات في الاسبوع اه اه او لو عايزة تعمله اكتر هو كويس جدا مش هيضر في حاجة ده بالعكس. استمر عليه فترة وان شاء الله هتشوف النتيجة حلوة قوي. هيمنع تساقط الشعر وهيخلي الشعر معاك كده كسيف ومشاء الله حلو جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملو اشتراك في القناة لو مشتركتوش. وتفعلوا الجراز شاني وصلوكو كل جديد. اشوفكو على خير الفيديو جه. باي باي.